بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان اليوم علاقات التعاون بين البلدين وفرصة عزيزها وتوسيع آفاقها إلى مجالات أرحب بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين وتطلعاتهما نحو التقدم والتنمية والازدهار المستدام واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان والرئيس إلهام علييف خلال جلسة المباحثات التي عقدها الجانبان مستوى تطور التعاون المشترك بين دولة الإمارات وأذربيجان كما تبادل الجانبان وجهة النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان فخامة إلهام علييف تبادل مذكرات تفاهم وبروتوكول نوايا بين البلدين تهدف إلى توصيع أفاق التعاون في عدد من المجالات التي تدعم رؤيتهما لدفع التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار في البلدين ترجمة نانسي قنقر